أكد اتحاد الإمارات لكرة القدم من بطولة كأس رئيس الدولة تحظى باهتمام كبير من مجلس الإدارة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك النهيان لافتا إلى أن البطولة حدث وطني يحتفي به الجميع داخل الملعب وخارجه كل عام وأشار إلى الاهتمام الذي تحظى به محليا وخارجيا مع وصولها للمبارات النهائية والتي تجمع النصر والوصل يأتي لدورها في تحفيز الموهوبين لتطوير مهاراتهم للفوز بلقبها ما يخدم الكرة الإماراتية والمنتخبات الوطنية وقال عبيد سالم الشمسي النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المسابقات إن اللجنة تبذل قصارة جهدها لتوفير كافة عوامل النجاح للبطولة مثمنا الاهتمام الإعلامي بالبطولة التي تواصل تحقيق نجاحات كبيرة تنظيميا وفنيا وجماهريا